بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عزاء الطلبة أهلا وسهلا بكم في درس جديد أو في وحدة جديدة اليوم الوحدة تتحدث عن تصنيف الكائنات الحية من أبسط الوحدات الموجودة في كتاب العلوم الحياتية ولكنها وحدة بحاجة إلى فهم عميق يعني موضوع الوراثة كان بيحكي عن موضوع حسابات موضوع فهم عام موضوع كيف أن الأمور بتجري ولكن هاي الوحدة يعني هي نوعا ما عميقة تحتاج إلى فهم عميق لأنه هي بتحكي عن تصنيف الكائنات الحية فرح نتعامل مع موضوعات تتحدث عن تصنيف الكائنات الحية هاي الموضوعات كما هو موجود تتناولت تصنيف النباتات وتتناول تصنيف الأفقاريات وتتناول تصنيف الحبليات الموضوع الأول المملكة النباتية قام العلماء بتقسيم نباتات تبعا لعلاقاتها مع بعضها البعض واهتموا بدراسة بقايا النباتات أو الأحافير وقد تأسس علم التصنيف الحديث على يد العالم السويدي كارلوس لينيوس طبعا اسم العالم في هاي المرحلة مطلوب مننا تقسم المملكة النباتية إلى قبيلتين قبيلة النباتات اللاوعائية وقبيلة النباتات الوعائية طبعا النباتات اللاوعائية من اسمها هي النباتات التي لا تحتوي على أوعية ناقلة وأنسجة متخصصة لنقل الماء والمواد الغذائية داخل الجسم وما إلى ذلك من مواد وتضم الحزازيات مثل نبات الفيوناريا الظاهر في الشكل هنا في الكتاب وكما في الشكل الآتي هذه النبتة تسمى نبتة الفيوناريا وهذه النبتة تمتاز بافتقارها إلى الأنسجة الوعائية الناقلة وتستخدم هذه النبتة أشباه الجذور لتثبيت النبات وأشباه السيقان لحمل بقية أجزاء النبات طبعا هذه النبتة هي نبتة صغيرة جدا لا يتعدى طولها 6 مليمتر يعني أو 5 مليمتر ما يقارب نص سانطي تعيش في البيئات الرطبة جدا أو في البيئات المائية بهمنا في هذا الموضوع في موضوع النبتات اللوعائية في بالذات في الحزازيات أنه ندرس نبتة الفيوناريا وهذا الشكل يعرفنا على دورة حياة الفيوناريا هذا الشكل يعرفنا على دورة حياة الفيوناريا طبعا الصورة في الكتاب بصراحة مش عاجبتني بالمرة ما في شيء منظم ما في لا نقطة بداية ولا نقطة نهاية ولكن خلينا نأخذ هذه الصورة ونحاول ندرسها بشكل منطقي تمام دورة حياة نبات الفيوناريا من أجل تسهيل دراسة دورة حياة الفيوناريا نبدأ دائما من النبات الناضج ونلاحظ وجود نبتة الفيوناريا في طورين حط في بالك دائما أن هذه النبتة موجودة في طورين طور البوغي والطور الجاميتي يوجد طور جاميتي ذكري وطور جاميتي أنثوي وهذا يعني أن الجنس منفصل في نبات الفيوناريا لما في عنا طور جاميتي ذكري إذن هذا الطور سيعطي جاميتات ذكرية لما في عنا طور جاميتي أنثوي فإن هذا الطور أيضا سيعطي جاميتات أنثوية وبالتالي الجنس منفصل في نبات الفيوناريا هاي الصورة الموجودة عنا نيجي من الدرس من عند النبات الناضج منلاحظ في عنا طبعا هاي الصورة من الكتاب في عنا ذكر في عنا أنثى ما في عنا جذور؟ عنا أشباه جذور ما في عنا سيقان؟ عنا أشباه سيقان طبعا علشان نفهم الموضوع أكثر وأكثر نيجي نعنى في المنطقة العليا من الساق الصورة الثانية المنطقة العليا في الأنثى وفي الذكر مختلفة عن بعضها البعض في الرأس الذكري يوجد أعضاء تذكير وفيها جاميتات مذكرة وفي الرأس الأنثوي في أعضاء تأنيث وفيها جاميت أنثوي هذا الجاميت الأنثوي ماذا يوجد بداخله؟ يوجد بداخله بويضة تنتقل الجاميتات المذكرة إلى الجاميتات المؤنثة وتقوم بعملية الإخصاب طبعا عملية الإخصاب بحاجة إلى سائل تسبح فيه هذه الجاميتات علشان هيك من الضرورة جدا أنه تتواجد في بيئة رطبة في بيئة مائية من أجل إذن ما أهمية البيئة المائية؟ أولا من أجل سهولة انتقال الماء وثانيا من أجل تسهيل حركة الجاميتات المذكرة من الأعضاء التذكير إلى الأعضاء المؤنثة بعد ما تصبح الجاميتات المذكرة لأعضاء المؤنثة في عنا بيكون البويضة هذه البويضة بتم تلقيحها تحول إلى زايغوت تم التلقيح الانتقال ومن ثم الإخصاب ومن ثم تتحول إلى زايغوت هذا الزايغوت يتجه إلى أنه يصير فيه انقسامات متتالية هذه الانقسامات المتتالية تخرج حافظة في الجسم المؤنث أو في النبتة المؤنثة يطور حافظة أبواغ وهنا تصبح حافظة أبواغ كاملة في الصورة الرابعة هذه حافظة الأبواغ بعد مجموعة من الانقسامات طبعا هذا الانقسام البصير هو انقسام منصف في هذه الصورة حافظة الأبواغ تنفجر أو تفتح وتلقي بكمية من الأبواغ أي الأبواغ تسقط على الأرض تسقط بجانب النباتات الأخرى طبعا هنا بيكون عندنا واحد نون تنمو الأبواغ التي سقطت منها وهنا أشباه جذور طبعا برعم أشباه جذور نبتة تكبر 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 وحتى تصبح نباتا ناضجا نجد نشوف هذه الصورة بشكل أوضح يعني من أفضل الصور اللي شفتها بتشرح موضوع دورة حياة الفيوناريا نجد نشوف مرة ثانية من عند رقم واحد ندرس من عند رقم واحد بيكون في عندنا نبات في الطور الجاميتي طور جاميتي مؤنث طور جاميتي مذكر الطور الجاميتي المذكر يحمل العضاء الذكرية والطور الجاميتي المؤنث يحمل العضاء الأنثوية بداخلها هنا بويضات البويضة هي الجاميتي الأنثوي وهنا بداخلها الجاميتات الذكرية إذن تنتقل الجاميتات الذكرية إلى البويضة بمساعدة الماء ويحدث إخصاب داخل العضو الأنثوي لاحظ هنا طور الجاميتي 1 نون 1 نون الأعضاء الأنثوية 1 نون 1 نون هنا تحدث عملية التلقيح الانتقال من الأعضاء المذكرة الأنثوية ويحدث الإخصاب تصبح بويضة مخصبة 2 نون تتحول الزايغوت إلى جنين بعد سلسلة من الانقسامات المتساوية ويصبح هناك طور بوغي كنا في طور جاميتي أصبح هنا طور بوغي هذا الطور البوغي هو طور غير ناضج متى ينضج عندما تنمو وتتضخم حافظة الأبواغ عندما تنمو وتتضخم حافظة الأبواغ لتصبحها كما الشكل الآتي في هذه الحالة يكون لدينا طور بوغي ناضج هذا الطور البوغي الناضج يحتوي على هذه النبتة الجزء المؤنث وعليه حافظة أبواغ في داخل محفظة الأبواغ تحدث سلسلة من الانقسامات المنصفة هذه الانقسامات المنصفة للأبواغ في الداخل بعد انفتاح حافظة الأبواغ تسقط هذه الأبواغ على التربة مع بيئة ربضة وبيئة مائية تتحول إلى خيط أولي تسمى خيط أولي ومن ثم هذا الخيط الأولي يتمايز المنطقة السفلة تتحول إلى أشباه جذور والمنطقة العليا منه تعطي أشباه سيقان ومن ثم يتطور هذا النبات ويصبح في الطور الجاميتي إما أن يكون طور جاميتي أنثوي أو يكون في طور جاميتي ذكري مرة أخرى نأخذ الموضوع من ناحية واحد نون اثنين نون طور الجاميتي واحد نون الأنثوي والذكري واحد نون هنا واحد نون واحد نون في هذه المرحلة بيكون واحد نون لأن الجاميتي المذكرة في هذه المنطقة تخصب البويضة البويضة واحد نون والجاميتات المذكرة واحد نون عندما يحدث الإخصاب تصبح النبتة ثنين نون أيضا هنا تصبح ثنين نون ثنين نون إذن الطور الجاميتي واحد نون الطور البوغي من هذه المرحلة بعد الإخصاب تصبح النبتة فيها طور بوغي يبدأ أو تبدأ النبتة بالتطور إلى طور بوغي من نبتة كانت في طور جاميتي إلى نبتة حدث فيها إخصاب وبدأت تتطور إلى طور بوغي من طور بوغي بتكون ثنين نون إلى طور بوغي ناضج ثنين نون في داخل الطور البوغي يحدث انقسام منصف طيب أستاذ هاي النبتة واحد نون ولا اثنين نون بنقول هاي النبتة ثنين نون طيب هان بطرح سؤالين ولمن يجيب عن هذه السؤالين بشكل صحيح أكفل أن يضاف له علامة أو علامتين إذا كانت السؤالين إجابتهم صحيحة هل الجنس منفصل أم خنثة؟ أكيد الجنس منفصل ماذا تنتج كل من النباتات الذكرية والأنثوية للتكاثر؟ هاي النبات الذكري وهي النبات الأنثوي شو بينتجه للتكاثر؟ بينتجه جاميتات ذكرية وجاميتات أنثوية الرؤوس التكاثرية تشبه الأزهار فهل يمكن تسميتها أزهار؟ ولماذا؟ تساؤل عميق بحاجة إلى تفكير ما هي خصائص الزهرة؟ الزهرة تتحول إلى ثمرة الزهرة يوجد بها غضة رحيقية يوجد فيها السبلات والبتلات ولكنها في نبات الفيونارية لا تحتوي على غضة رحيقية ولا تتحول إلى ثمار ولا تتحول إلى بذور ولا يوجد لها سبلات ولا بتلات وما إلى ذلك إذن هي ليست أزهار أي أطوار الفيونارية يكون عدد الكروموسومات 2 نون وأيها يكون 1 نون دائما ما تنسوا هذه المعلومة في الطور البوغي بتكون 2 نون ولكن في الطور الجاميتي جاميت أي أنها سوف تعطي جاميت ما هو الجاميت؟ وعبارة عن خلية جنسية من أجل التكاثر تحتوي على 1 نون تحتوي على نصف عدد الكروموسومات إذن في أي أطوار الفيونارية يكون عدد الكروموسومات 2 نون طبعا فقط في الطور البوغي وأيها يكون في 1 نون تكون في الطور الجاميتي إلى هنا أعزائي الطلبة أكون وإياكم قد تعرفت في هذا اليوم على دورة حياة الفيونارية الفيونارية هي من النباتات اللاوعائية قسمنا المملكة النباتية إلى قبيلتين قبيلة النباتات اللاوعائية وقبيلة النباتات الوعائية سميت النباتات اللاوعائية أنها لا تحتوي على أوعية ناقلة وأنسجة متخصصة ولكنها تحتوي على أشباه سيقان أشباه جذور وتعرفنا أيضا على دورة حياة الفيونارية وتعرفنا في دورة الحياة هذه على الأطوار تعرفنا أنها تكون في الطور الجاميتي وفي الطور البوغي وتعرفنا على آلية تكاثر نبات الفيونارية حس القادمة إن شاء الله تعلموا إياكم عن النباتات الوعائية وهي النباتات التي تحتوي على أوعية متخصصة وناقلة مثل الخشب واللحاء وهي تضم معظم أنواع النباتات المعروفة وإن شاء الله بندرسها بشكل تفصيلي وبندرس دورة حياتها إلى هنا أعزاء الطلبة أرجو لكم المتعة والفائدة دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله مصر like all other plants undergoes a complex lifecycle in which the generations alternate between haploid and diploid forms the most familiar form of the moss is the leafy haploid form called the gametophyte gametophytes are either male or female the male gametophyte produces male gametes sperm inside reproductive structures called antheridia the haploid gametophyte produces هذه هذه هي المحوال بالسperم من الم pretty Herrn النسيาย في عصب المتط��요 أقامة، في عصب رقم زشager هي محوال أو المساومات وهذا استمر cardiون هذه المحوال بلدي fish وهو البيض سيكون في المنطقة الكرام المتنوبة في البيض سيغاز التالي في إيقاف الشام الحدن الثاني حدف التالي ويوز البيض بالرغم السيئلة it remains attached to the gametophyte and depends on the gametophyte for water and nutrients. As the sporophyte continues to grow and elongate, the surrounding gametophyte tissue keeps pace, but eventually cracks at its middle. The remaining hood-like tissue at the tip, called the calyptra, protects the growing sporophyte. Underneath the calyptra grows a sporangium filled with thousands of spores. The spores are haploid and are produced when diploid cells of the sporophyte undergo meiosis. When the top of the sporangium is shed, it reveals a ring of teeth-like structures holding in the spores. These teeth are highly responsive to humidity. They arch in and then out again as they absorb water and then dry out. Each time the teeth open out, the spores are released to the wind. A spore that lands on moist ground will germinate, producing a filamentous elongating structure called a protonema. This protonema gives rise to buds, which in turn develop into the next haploid gametophyte generation. The gametophytes in this generation will mate and continue the alternation of generations. is primarily on a divisions. Tons , . . . .